عندنا الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات وذبح لغير الله محبة وتعظيمة الشركة الكبرة الذبح للجن لأصحاب القبور وعندنا ذبح جائز هذا التقسيم واضح صح؟ ثلاثة أقسام لله ولغير الله محبة وتعظيمة وذبح جائز شاة اللحم والتجارة كرام الضيب يبقى معك هناك تقسيم إذا استطعت أن تفهم هذا التقسيم الثنائي أحسن ذبح لله وذبح لغير الله ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات الذبح لغير الله يقول قسمين جائز وشرك أكبر إذا لم تفهم هذا التقسيم اتركه وقسم الذبح إلى ثلاثة أقسام الذبح لغير الله محبة وتعظيمة شرك أكبر ذبح للجن لأصحاب القبور في وجه السلطان محبة وتعظيمة بعده ترجمة نانسي قنقر